موسيقى العالم كله ما بقاش دلوقتي خالص بيفصل الكلام عن التنمية والتطور عن التنمية المستدامة مصطلح ده لأنه كم سنة في مصر هنا بنتكلم عنه ومن قبلها بسنين كتير الحقيقة العالم سابقنا وتكلم كمان عن فكرة التنمية المستدامة ده مفهوم عام يمكن بيقصد بيه بشكل عام كده تحسين جودة الحياة في كل مناح الحياة البيئة الهوى اللي بنتنفسه المحيطات الأبحار البحار الزراعة الصناعة مكلفات الصناعة التعامل معاها كل حاجة كل حاجة في النهاية تعود على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بصفة عامة بالفائدة فمصر هنا إلى أي مدى إحنا متماشين مع الخطوط الرئيسية للتعامل مع رؤية 2030 والتعامل مع التنمية المستدامة عايزين كمان نعرف أكتر عن أهميتها ومين الأطراف اللي المفهوط تشتغل على التنمية المستدامة يعني هل عندي جهة واحدة بقول هي دي الجهة اللي مسؤولة عنها ولا الجهات كثيرة والحكومة بصفة عامة والمواطن كمان قد يكون لي دور في تحقيق ما يعف بالتنمية المستدامة اللي حنعرف طبعا المقصود بيها من ضفنا الكريم اللي منورنا الدكتور حسين أباضة كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة يا أهلا بحركة ضغطة منورنا يا أهلا بحركة في ناس كتيرة المصطلح ما بقاش خلاص جديد بالنسبة لهم تنمية مستدامة وطول الوقت بنقولها عادي بنقول فيه فيجن وفيه عشرين تلاتين جاية إن شاء الله وحاجات كتير قوي بس فيه ناس لغد دلوقتي ما تعرفش المقصود قوي بمصطلح التنمية مستدامة يا ريت بالشكل المبسط جدا نفهمه للسادة المواطنين أولا يعني حقيقة شرطي أنه هو مفهوم مش جديد وده مفهوم الحقيقة طلع من حوالي يمكن عشرين سنة أو أكتر 1987 بالتحديد لما أطلق تقرير خاص بالأم المتحدة كانت أطلقته سيدة الوزيرة جروه برونتليند هارلم اللي هو مستبنة الموحدة أو العام الخاص برؤية للمجتمع الدولي بإن يحصل تحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط تقلية التنمية مستدامة بمعنى إيه أنه نهارده كمت مستدامة نفسها معناها إيه معناها إيه يعني هو نهارده نتكلم على نحن عندنا أنماط التنمية التقليدية فيه هدر للموارد فيه عدم كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية سواء مياه سواء مياه طاقة سواء مدخلات أخرى الهوى نفسه ده طبعا أثار سلبية بقى لأنماط التنمية التقليدية اللي احنا بنقول ده مفروض دلوقتي يحصل لتحول ما ينفعش أن نحنا نمشي بهذا المعدل أو بهذه الوسيلة أو الوتيرة اللي تمت في الماضي نتكلم على حيثة جزئية الاستدامة نحن النهارده أي تنمية سواء مستدامة أو غير مستدامة البني آدم أو الولفير بتاع البني آدم نفسه هو الأساس هو الكور ما كانش النهارده رفاهية وصحة الإنسان هو الأساس رفاهية وصحة الولفير ونوعية الحياة كل ده ما كانش النهارده البرامج التنمية أو خطة التنمية ينتج عنها آثار إيجابي على المواطن نفسه يبقى احنا ما بنحققش تنمية أي أن كان بقى المصطلح بتاعهم لما احنا النهارده لما بنقول تنمية مستدامة بنقول ايه بنقول النهارده لازم يبقى فيه تكامل لأبعاد التنمية المستدامة اللي هم التلاتة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئ دار العرف زمان فيه أنماط التنمية التقليدية أنه بيعمل تنمية اقتصادية بيسميها اقتصادية بس بتبقى على حساب البعد الاجتماعي والبعد البيئ يعني بيبقى فيه هدر الموارد بيبقى فيه تلوث هوا مية أراضي كل ده طبعا بيبقى له أثار فأنا بعمر حتة أو بنامي حتة بس بدر قصادها حاجة تانية بدر قصادها حاجة تانية وبعدين ما بحققش البعد الاقتصادي يعني أنا إذا كنت أنا بستهدف أو عايز أحقق بعد اقتصادي على حساب أبعاد أخرى مع الأسر أبعاد الأخرى دي بيبقى لها مردود ممكن ناخد مسألة بسيطة عشان أغلبنا فاهمين في الحكة دي مثلاً واحد عايز يزرع في الدين هقول حكاً لا فيه مسألة أوضح من كده كمان هو النهاردة عندنا البحيرات في مصر معظمها يعني هدرت قيمته صحيح المخلفات الصناعية بتنزل أو تم طرحها في هذه البحيرات المخلفات الزراعية المخلفات البلدية فالنهاردة دي كانت مصدر صرر سماكيه ممكن بيتروي منه ممكن تبقى مصدر سياحي ممكن تبقى جذب للسياحة فنتيجة الأنماط التنمية التقليدية اللي هي غير مستدامة نتج عنها ان احنا هذه الصروة اهدرت عشان نصلحها تاخد يعني مش بس وقت مليارات من الفلوس عايزين نعمل تدوير مياه عايزين عشان نعيد نعيد الحالة الطبيعية لهذه البحيرات الى حالتها الطبيعية هياخد وقت وهياخد وفلوس بالإضافة لأن وهيكت عندنا أصلاً بالإضافة لأن طب النهاردة النهاردة الصحة بتاعت الناس اللي مقيمين هناك ايه طب أخبار العمالة ايه بنسمع على الناس بتهرب من المناطق دي وعايزة تهاجر وتسيب المناطق إنهم ما فيش فرص عمل صروة سماكية اهترت مش عارف يزرع يبقى احنا ما فيش تنمية في كم حاجة خسرنا فيها كثير قوي ما هو حاجة النهاردة إحنا يعني لو جينا بصينا مش بس في مصر يعني في معظم الدول اللي هي لم تتبع أو لم تنتهج هذا النهج لتنمية المستدامة هنلاقي أصلها أو الكور بتاعها هدر للموارد الطبيعية وهدر للبيئة نفسها وعدم استخدام البيئة بصورة سليمة احنا هنا عندنا في مصر عندنا احنا عندنا طيب المخلفات بتنزل نهر النيل المخلفات ممكن بتترميل في البحر ده أثروا ايه على السياحة طب النهاردة في النهاردة ممكن السياح ييجو في مناطق يتم القاء المخلفات البلدية أو المخلفات الصناعية أو الزرعية في مئة النيل النهاردة طب الحديث عن البيئة يا دكتور مثلا ومثال كنت لسه الأسبوع الماضي بتكلم عنه والحقيقة بقالي كثير بتكلم عنه ومثلا عندنا الهيئة العامة لخدمات البيطارية بتستخدم سم الاستراكنين وهو سم محرم دوليان لقتل كلاب الشوارع وهي طريقة العالم كله تأكد انها ليس طريقة فعالة وانه الطريقة الفعالة اللي فيها تنمية مستدامة للتعامل مع كلاب الشوارع بشكل آمن على الإنسان وعلى الحيوان هو عمليات التعقيم وليس استخدام السم اللي بيدمر البيئة مثلا ما بالزبط يعني حتى لو طبقنا يعني غير ان هذا موضوع غير أدمي وغير أخلاقي وغير مش متماشي مع ايا من الديانات او ايا من السلوك السوي الحقيقي عشان برضو نبقى واقيين في هذا الموضوع انما هاي بتكلمي على المبيدات طيب احنا المبيدات في قطاع الزراعة اخبارها ايه؟ احنا النهاردة بنتكلم على استخدام بعض المبيدات اتضارة بالصحة الهي بتتلوس الفوت شين نفس الاكل اللي احنا بنكله بتفسد التربة نفسها بتفسد المياه الجوفية اللي احنا برضو بنستعملها للرأي او للشرب الاثار السلبية بقى على مش بس صحة البني آدم وصحة والطبيعة والبيئة والآخر طيب القيمة المادية لو قيمنا او قومنا هذا الهدر او هذا الاسلوب من التعاطي مع البيئة او مع قطاع الزراعة بيكلف الدولة قد ايه؟ تكاليف صحية مستشفيات اه الانتاجية بتاعت نفس خسارة في المحاصيل الزراعية في المحاصيل الزراعية نفسها طيب هل نقدر احنا بنصدر اه منتج اه بنستخدم فيه مبيدات ضرر بالصحة هيروح البلاد اللي احنا وده بيحصل ما حيروح وحيترفض وحيرجع لنا تاني بالزبط كده فيبقى احنا يعني ده هنا بيؤكد الربط ما بين استخدام او يعني التوظيف البيئة بطريقة سليمة ومرضوطها الاقتصاد ممكن ناس سأل حرك سؤال في المثل العظيم اللي حرك اتربته ده يا دكتور حسين او حسين لو سمحت هل انا مثلا في حاجة زي المثل اللي حرك اتربته موضوع المحاصيل وكده هل انا محتاجة هنا بقى عشان اطبق التنمية المستدامة عندي وما لاقيش في النهاية الاوتكام ده ان انا اعمل انتج محاصيل تتصدر برا وترجع توقف ارابيزي تاني هل انا هنا محتاجة بحث علمي اقوى محتاجة رقابة اكتر محتاجة تكاتف اجهزة اكتر من الدولة محتاجة اعمل ايه فاند اشوف هولا حاجة يعني احنا برضو احنا داخلين في طبعا موضوع العولمة موجود علينا موجود من فترة الحقيقة وده موضوع يعني لا يجب فعله وعملية التطور التكنولوجي السريع او سريع الوطيرة الحقيقة جدا اللي احنا لا بد ان نواكبه وتطبيقات هذه التكنولوجيا في تحقيق تنمية المستدامة ده مهم جدا في كافة القطعات احنا اللي مبنيج نتكلم حاجة يعني تنمية المستدامة بنقول ايه ما هوش خيار يعني ما نقدرش نقول طب احنا نعمل تنمية المستدامة ولا ما نعملش ولا نعمل جزء تنمية المستدامة والباقي تنمية تطبيقات هو ده مش option بالنسبة لي it's not an option we don't have a choice احنا لازم نمشي في هذا المصار عشان هو ده المصار اولا ال 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 اثبت ان هو المصار الصحيح وده يعني النهار ده لما الامر المتحدة من 2016 لما اطلع اهداف تنمية المستدامة السبعة عشر واللي توافق عليها المجتمع الدولي كله بما فيهم مصر معناها ان المجتمع الدولي كله والدول كلها وفقت ان هو او اتفقت على ان لا يمكن الاستمرار في اتباع انماط التنمية التقليدية ولابد من هذا التحول الى انماط تنمية المستدامة وحنا منتكلم على الكلام ده في كافة القطعات يعني احنا مثلا ناخد في مصر واحنا عندنا الامكانية عندنا الامكانية ان احنا يعني نهدس هذا التحول مش هك يعني نقدر نقول احنا ساعت نقول بس هيبقى مكلف طيب ما احنا اصلا بنصرف طيب ما احنا بنصرف نصرف صح ولا نصرف في مجالات او مناحي ممكن ينتج عنها افار سلبية مش بس على الناحية الاجتماعية والبيئية لا على الناحية الاقتصادية احنا بنتكلم في هذا المغمار على ايه بنتكلم على مثل الزراعة المستدامة والزراعة العضوية اللي احنا ارجانيك بالزبط مصطلح ارجانيك بالزبط يعني ده الناس كتيرة دلوقتي تدخل تقولك انا تدخل السوبر ماركت تقولك انا حشتري منتج ارجانيك فتقوله حرك فهم يعني ايه تقوله لا هو لانا فهمه انه عضوي ويقوله حرك انا فهمه انه عضوي يعني بدخلش فيه كيمويات ما بيخلش فيه ما هو النهاردة احنا يعني هل احنا كنا بنسمع على الامراض اللي كانت بتصيب هل بالصدفة يفندم مصر بقيت من اعلى دول العالم في الاصابة بالخشل الكلوي ما هو حضرتك هل ده صدفة يفندم لا مش صدفة يعني النهاردة النهاردة بنتكلم برضو على اه اه اميات الراي ما احنا عندنا مشكلة في اميات الراي يعني احنا فيه بنتكلم على معالجة سلاسية قبل ما يتم اه الراي بيه اه وبعد ما نتكلمش على الصرف في استخدام اميات الصرف في اي او في المنتجات اللي هي اه يعني مش هتبقى الاستهلاك اه الادامي فإحنا بنتكلم ده في مجال الزراعة احنا النهاردة لو مشينا في هذا المجال مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية مه مش بس هيحسن الصحة هيطلي مجال لمصر في التصدير اه خارج اه الحدود اه بتاعتنا ليه حاجة بنتكلم على السياحة المستدامة او السياحة اه البيئي احنا شايفين احنا عندنا امكانية طبعا احنا في السياحة يا فندم في حاجة في مقومات السياحة في العالم مش موجود عندنا في مصر اصار عندنا بحيرات ومحيطات ونهر النيل والأصر واسوان ومنتجعاته عندنا موارد بشرية وعندنا الهوسبتالي تي اندستري نفسه في مصر الكريء صناعة الزيافة في مصر نفسها عندنا احنا كنا من الاول في الوطن العربي اللي عرفنا يعني ايه نفتح فنادق ونستقبل ناس ورغم ذلك يعني ما احنا يعني في الرانكين بتاعنا رغم ان عندنا كل هذه المقاومات من بعد صورة ينايرا الحقيقة تراجعنا جدا بالزبط كده انما احنا هنا لما ناخد الامثلة الايجابية الموجودة في مصر هنلاقي مثلا الفنادق البيئية الموجودة في سيوة مثلا هنلاقيها اولا ده كفاك اسمه انا نفسي اروحه كهف الملح اظن كده اظن كده اظن كهف الملح بكهف كل مكوناته من جوة املاح طبيعية فبيشفي يعني باذن الله طبعا يعني من امراض والروماتيزم واللي عندهم مشاكل عظام وغير الطاقة السلبية اللي بيطلعها يعني الايجاب مثلا يعشاءوا ده وحركت لقيه اغلبنا كمصريين مش عارفين اصلا اننا عمدنا حاجة اسمها جابل او كهف الملح ده لو عارفنا سيوى اصلا فيها ايه بالزبط وحصائصها ايه بالزبط يعني هو حتى معدلات النمو العالمي الخاصة بيه السياحة السياحة البيئية معدلات النمو بتاعتها اعلم تقريبا من 25-30% مقارنة بالسياحة التقليدية اللي هي تقريبا من 13-15% فدي معدلات العالمية طب ما احنا ليه ما ننتهزش هذه الفرصة ونستثمر اكتر في هذا المجال بدلا من الاستثمار في السياحة التقليدية والمرضود بتاعه على الصحة عالي جدا وجذب السياحي عالي جدا والمرضود على البيئة عالي جدا فيعني هنا زي ما بيقولوا وين 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 سيتيوائشن يعني بيحقق بعد اقتصادي بيحقق بعد اجتماعي وبيحقق بعد بيئي بيوفر فرص عمل بيحسن الصحة بيقلل تكلفة المرض فهي دي هنا يعني دي جزئية الاستدامة ان احنا نستخدم الموارد بصورة يعني احنا هو الاقتصاد كان ابتدأ يعني يبقى ماشي في ثلاث مراحل يقول دي جزئية الاستدامة يعني بيهدر الموارد او بيستنزف الموارد بصورة غير مستدامة الى استستين بالاستدامة اللي هو بيبقى اقتصاد مستدام مستدام بمعنى ان بتستخدم الموارد النهاردة بحيث انك انت لا تهدر الموارد للاديال المستقبلية النهاردة بيتحولوا الى ما يسمى الى ري جينيريتف ايكونومي يبقى بتعزم من الدي جينيريتف لري لري جينيريتف جينيريتف من المستنزف للمنتج او المقدم او المتجدد بحيث ان احنا النهاردة تستثمر في الشمس تستثمر في الرياح تستثمر في المياه كل الكلام ده فانت بتستثمر النهاردة عشان كده نرجع نقول ايه ايه هما The two essential arms بتاع التنمية او الزراعين الاستسيين للمستعدمة ال هما دول رأس المال البشري اللي هو التعليم والصحة والثقافة وكل كلام له اه مهم جدا وده الدول اللي عمل احنا يعني احنا بنشوف الدول اللي عملت ايه الدول اللي هي عملت تفرف ما عملناش هم عملوا كده وحنا كان عندنا كده احنا كان عندنا كده احنا اول دولة في المنطقة كلها بعملناها صناعة سينما عملناها وصدرناها للعالم لسه والله من ايام قليلة الثقافة لسه من ايام قليلة بتفرج على انترفيو لله يرحمها فتن حمامة كانت عملاء ابيض واسود بالفرنساوي يعني حاجة حاجة تشرف بشكل مش عادي ده حقيقي ما هو بالزبط حقيق كده يعني احنا النهارده احنا برضه لما نقول الثقافة والسياحة طب ما احنا النهارده ما يبقاش فيه ثقافة هنقدر ننمي السياحة لا ما فيه عندنا ثقافة التعامل مع السياح شكلها ايه ما ينفعش فاحنا ده عشان كده بنتكلم على الاستثمار في العنصر البشري او الرأس المالي البشري اللي هو هيزود الانتاجية في كافة المناحي هيزود كفاءة الكفاءة في العمل سواء او المنظفين الحكوميين او في الحقل او في المصنع او في اي مكان في الشارع او في الشارع في الشارع في اي مكان فدي جز ايه وبعدين منتكلم على الاستثمار في الموارد الطبيعي يعني النهارده برضه انا احب اتطرق الى نقطة مهمة اللي هي اا نقطة الميا يعني الميا يعني احنا يعني احنا اا نقول ايه طيب معظم مصادر المياه بتاعتنا مصادر خاريه بلاد اخرى مثلا زي سنجابور او زي بلاد اخرى مماثلة لها ما عندهاش او الاردن او غيره يعني ما عندهمش مصادر وهي زي النيل عندنا طيب احنا عندنا مصدر النيل طيب اا لما بيحصل النهارده في مشاكل زي ما احنا عارفين مشاكل خاصة بالاستمرارية او بتاع الفلو بتاع هذا المصدر تدفق تدفق بالزبط كده طيب التغيرات المناخية اثارها ايه على استمرارية شايف السيولي فندم اللي بتحصل في العالم لسا البحر الميت النهارده وكان الله فعون ناسي نفس عبا نتكلم على الاقتصاد لازم يبقى ريزيلينت يعني اولا فلكسبل يعني فيه مرونة فيه ومقاوم للمتغيرات الطبيعية والاقتصادية الاقليمية والعالمية بحيث ان احنا النهارده منبقاش تحت رحمة اذا كان نتكلم على المية عشان كده احنا النهارده متوجهين باستثمارات جمدة جدا في تحليط مياه البحر ومش هينفع ان احنا نستمر وبندي تسهيلات للمستثمر في القطاع ده لانه الدولة محتجاله كمان والاستثمار في تدوير المياه واعادة استخدامها والكفاءة في استخدام المياه في جميع المناحي مع ترشيد الطاقة بالزبط مش بس حقيقة ترشيد الطاقة في هذا المجال احنا نتكلم على النهارده الاستثمار في البحث العلمي حد اكتطرقتي الى البحث العلمي وده برضو يعني دي نقطة مهمة نحن النهارده الاستثمارات اعتقد في البحث العلمي اهل من واحد في المية وده مش هيعمل مش هحقق طفرة تنموية بهذه المعدلات لازم المعدل يزيد يعني يعني الدول اللي عملت يعني مثلا كوريا لما بتدت تعمل النهضة بتاعتها التاني الاستثمار بتاعتها تراوح مع بين 4 و 5% من الدخل القومي عشان تقدر تستثمر في البحث العلمي وتستثمر فيه جما بنقوله جما بنقول الاقتصاد المعرفة النهارده هو ده التوجه العالمي النهو كمان يا فاني النهو ما هو ده 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 النهارده التوجه العالمي وده التوجه الحقيقة هل أنا كنت صح على مدار سنين طويلة قوي اني لما كنت باجي احاول اجذب مستثمر من بره فهو يجيلي جاهز بالنهو بتاعته بس هتفضل بالنسبالي انا ما عرفهاش ما عنديش تفاصيلها لا ما هو لا ما ينفعش احنا منكلم على متحكم في الفكرة وفي المشروع في رمئته زي وانا ما عنديش سيطرة حتى عليه لا لا يعني شو لحقيقة احنا هي كذا كذا لها كذا او عامل اولا البيئة المواتية والجاذبة للمستثمر والمستثمرين وده دولة بتتعامل معها الحياة بجدية جدا البيروقراطية دي لازم نتعامل معها والفساد الدولة بتتعامل معها بجدية جمدة جدا اجراءات الجذب المستثمر واعطاءه التسهيلات اللازمة دي مهمة جدا ان احنا المناخ يبقى مواتي لجذب هذه الاستثمارات وجذب هذه الشركات الكبيرة اللي هي لما تيجي مش بس بناخد منها مناخد منها الترينيج وبنعمل عملية توطين لهذه التكنولوجيا بحيث ان احنا تدريجيا احنا مش عايزين نبقى دايما مطلقين للتكنولوجيا عايزين نبقى منتجين لهذه التكنولوجيا دايما بلاد كتير سبعتنا فيها وبتدت معنا يعني الحقيقة احنا بتدينا الصورة بتاعتنا من 60-70 سنة دول كتير عدت في المرحلة عشان انتهجوا هذا النهج منذ فترة الحقيقة فاحنا دلوقتي ده التركيز الحقيق ان هذا جذب هذه الشركات الكبيرة بحيث ان احنا نستفيد منها نبني على هذه التكنولوجيا ونعملها ادابتيشن بما يتوافق مع الظروف المحلية الخاصة بنا ويبقى نقدر نصدر في النهاية نقدر نصدر بالضبط يعني احنا النهاردة يعني لما يكون تعوجه الدولة ان مصر تبقى هب او مركز للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بالصفة عامة احنا منتكلم على التصدير يعني الاكتفاء اولا لذاتي من هذا المصدر اللي هو الرينيور متجدد وتصديره ومش بس تصدير الطاقة نفسها لا احنا منتكلم على تصدير مكونات ننتج مكونات الوحش الشمسية مثلا على سبيل المثال ويتم تصدير هذه المكونات طب انا عندي هنا فندم سؤالين في الجزئية دي عندي سؤال اولا جايلي بس من مشاهد كريم جدا بيسأل سؤال فعلا منطقي اوي بيقول اليس من الافضل ان يطلق عليها تنمية متكملة قد يكون المعنى هنا اضق تنمية متكملة وليس مستدامة شو هقول حاجة حاجة يعني هما ساعات يقولوا ايه زي بنسميها كده انتجريتد ما هي انتجريتد هي انتجريتد هي انتجريتد بمعنى ايه يعني احنا منتكلم كمان على انتجريتد بوليسي ميكين يعني عشان احنا عندنا السياسة متكملة ويتم دمج فيها الابعاد التلاتة للتنمية المستدامة البعض الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالاضافة الى حدث اشطي الى نقطة مين المسؤول عن تنفيذ اهداف التنمية المستدامة مش بس الحكومة ده المجتمع ككل بحرك قلت بقى انتجريتد بوليسي ميكين بالضبط كده يعني سياسة قرار متكملة بمعنى ان اولا في صياغة هذه السياسات يجب ان تتفاعل وان يشارك فيها كافة اطياف المجتمع بنتكلم على الجامعات الاهلية المجتمع المدني القطاع الخاص بنتكلم على المناطق الجغرافية المختلفة يبقى مشاركين فيها بنتكلم على دور واضح للمرأة دور واضح للشباب دور واضح لزاوي قدرات الخاصة او القدرات الخاصة يبقى كله الحقيقة لما يبقى فيه مشاركة مجتمعية حققية فيه صياغة هذه السياسات يبقى نقدر نحقق من 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 هذه السياسات هيتبقى اكثر فعالية عشان يبقى فيه مشاركة في التنفيذ وهيبقى يعني عايزينها تنجح مش مجرد ان هو جات له سياسة من فوق ومفروض هيطبقها له هو شارك فيها وبالتالي عايز يساهم فيه هنا ما هي هنا بقى الباليسي شيرينج مش ميكينج المشاركة وده برضو وديني سؤال تاني قبل برضو باخد رد يعني دقيق من حضرتك على موضوع ليه ما تمقشش تنمية متكملة ليه او هي هي بالفعل تنمية متكملة بس ليه اسميها مستدامش متكملة بس هدخر برضو في سؤال تاني اذوقتي عندي القيادة السياسية على رأس السياسة في مصر هي قررت انه احنا هنشتغل على التنمية المستدامة احنا هنكمل في الملف ده احنا اي مشروع هيتعامل كبير كان او صغير اي استثمار هنفكر نجذبه لازم نفكر فيه في التنمية المستدامة والاستغلال الامثل لمواردنا وزي ما قلنا بما لا يضر بمصالح الاجيال القادمة والموارد القادمة في المستقبل انا هنا بقى هل بقول للدولة وبقول للقيادة السياسية انه عليها دور تاني فكرة انه تمرير بقى القرارات دي ولا هتتشابك ازاي يعني النتورك يا فندم اللي هتشتغل على التنمية المستدامة المثال اللي حضرتك ضربته في البحيرات مثلا وما قالت اليه بحيراتنا للأسف الشديد من مقاسي ده بشتغل عليه على مستويات عاملة ازاي هو النهاردة بنتكلم على ايه احنا برضو دي جزئية لازم برضو نشير اليها ودي ما هياش مشكلة يعني مصر هي اللي بتعانيها الوحدة عدد من الدول الحقيقة النمية تعاني منها في عملية سياغة الخطط والبرامج انه هو فيه بيبقى فيه عملية انفصال ما بين كافة اطياف المختار مش بس الفئات لا احنا بنكلم هنا على الوزارات على سبيل المثال عشان نحقق تنمية متكاملة او تنمية شاملة او تنمية مستدامة نسمنيها زي ما هي الفكرة الفكرة انا ما همنيش المصطلح بقدر ما همني المضمون اللي فيه يعني طالما ان احنا بنحقق بعد اقتصادي وبنحقق بعد اجتماعي وبنحد حقق بعد بيئي بصورة متكاملة وبصورة متوازنة ويحصل طفرة في النحية التنموية بما لا يضر بل بالعكس ده يفيد بقى يفيد يعني احنا النهاردة عايزين عشان هنا برضو الجزائي بتاعت التكامل يعني انا يعني ماشي معاها برضو متماشي معاها على اساس نحن الاستثمار في البعد الاقتصادي هيحقق بعد بيئي وهيحقق بعد اجتماعي والعكس صحيح النهاردة احنا هل ممكن ان احنا نحقق تنمية بدون عدلة اجتماعية وبدون توزيع عدل للصروة وبدون اشراك كافة اطياف المجتمع فيها لما الفرد ما يحسش ان هو جزء من سياقة القرار وما يحسش ان هو ان المرضود الاقتصادي هيعود عليه بفائدة سواء كانت في حياته اليومية في حياته المعيشية يبقى ازاي احنا نتوقع منه ان هو هيساهم في عملية التنمية فده بعد اجتماعي طيب احنا اتكلمنا على البيئة لان ما يتم اهدار البيئة او عدم استخدامها بصورة اكثر كفاءة طيب احنا ازاي هنحق التنفسية مثلا ازاي هنقدر نصدر منتجاتنا ومعندناش كفاءة في استخدام الموارد سواء مية وطاقة او مدخلات اخرى احنا بنبتلي بنقول لازم يبقى في كفاءة في استخدام هذه الموارد عشان نبيزود التنفسية وبالتالي نقدر نصدر منتجات خارج البلاد وبالتالي هيدر بدخل ايه؟ هيدر بدخل طبعا ايه ابرز الصعوبات يا فندم اللي ممكن تكون بتواجه اي دولة بتنشد تحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة ومصر بقى بما احنا عندنا شوية ظروف كده و وكوندشنز خاصة كده بينا في مصر صورتين ومشاكل اقتصادية وطراث قديم من مشاكل في بانية تحتية متهلكة وعشوائيات في اماكن كتير عندنا ظروف قاسية الحقيقة ايه احنا منبتدي زي ما تريدت حاك اللي هي الانتجريتيد بوليسي ميتين او صياغة السياسة والستراتيجات بصورة متكاملة وبصورة تشاركية بمعنى النهاردة لما بنيجي نتكلم مثلا خلينا ناخد مثال يعني المدن الجديدة احنا طبعا النهاردة لازم نوفر مساكن ولازم نقيم مدن جديدة طيب هل النهاردة في اعداد هذه الخطط الخاصة بالتنمية العمرانية هل نقدر نعمل الكلام ده بدون اشراك الوزارات المعنية الاخرى زي وزارة المية زي وزارة الطاقة زي وزارة الاراضي المواصلات كل الكلام ده كله احنا بنقول ايه لازم عشان يتم اعداد او خطة في اي مجال من المجالات لابد من ان احنا نتعامل بهذا بهذا الملف بصورة اه اه افقية وليست رأسية فيجي هنا عملية الانتجريشن التكامل الاستدامة مش بشكل عمودي بشكل افقي بشكل افقي برضو يعني الالية بقى الالية هطبق ازاي وحرك بس كده قولي من مين مسؤول عن تطبيق التنمية المستدامة المسؤولية مسؤولية برضو هنقوم مسؤولية تشاركية الدولة الوحدها ما تقدرش تنفذ خطة التنمية المستدامة المجتمع المدني والجمعات الاهلية لها دور القطاع الخاص ما كانش يفعل دور القطاع الخاص ويتم يعني ازالة كافة العقبات لتفعيل الدور الفعال والفاعل للقطاع الخاص والمشاركة واحنا نتكلم على قطاع خاص وقطاع حكومي يشتغل يعني والفكرة انه هم الخاص والحكومي مش هم مش متنفسين هم مش متنفسين هم مفهود يكونوا مكملين لبعضهم البعض يعني النهاردة مش بس كده احنا نتكلم هي هي ثلاثية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمفهوم الجماعات الاهلية مصعدتك بندخلها بندخلها في المجتمع الخاص في القطاع الخاص عموما بما فيها الانجي اوز وكل بالزبط كده يعني النهاردة القطاع الخاص عنده النهاو الى قدر كبير عنده الفلكسيبليت ومرونة في التعامل عنده طبعا وبعنده قوانين ما كانتش موجودة الاول يا فاندم بتنظم عامله بتسهله امور كتير بالزبط صحيح لسه في عقبات ما عندناش كلام في ده بس احسن من الاول هي احسن من الاول كتير انما كل ما هنتسهل وندي المناخ المناسب للقطاع الخاص انه هو اشتغل اكتر وينتج اكتر بالزبط كده والحكومة اساس عملها الحقيقي ايه اساس رقابي وتشريعي ده ده الرول الاساسي للحكومة ومكمل وداعم لدور القطاع الخاص والمجتمع المدني بصورة عمفاء فنرجع نقول ايه مين المسؤول عن تنفيذ اهدف التنمية المستدامة هو المجتمع ككل بما فيهم الليمان او رجل الشارع بما فيهم الستة في البيت رجل الشارع دلوقتي او الستة الجميلة اللي في البيت سمع كلام حضرتك وحسنوا كلام مهم قوي وفهمت كل اللي فات ده وفهمت واستوعب يعني ايه تنمية مستدامة ويعني ايه احافظ على الموارد بتاعتي وعلى البيئة وعلى التربة وعلى الشارع وعلى الهوى وعلى الزرع وعلى كل اللي احنا شرحنا ده بيسألوا حضرتك ازاي انا كمواطن عادي مش حكومة ولا دولة يعني مش حد مسؤول ازاي عدرة ساهم في تحقيق المصطلح الحلو اللي خضرتك شرحته ده اولا احنا يعني مهم جدا ان احنا نفهم ايه هو المفهوم ونفهم انه هو مش مجرد سلوجن او شعار لأ احنا بنقول ان ده ما لنشر خيار انه هو ده التوجه المفروض كل فرد وكل جهة في الدولة تنتهج هذا المنهج هنتكلم مثلا على السلوكيات احنا النهاردة هناخد الطاقة مثلا قبل ما الدولة تشيل الدعم ما كناش نعتني اوي بتوفير في استخدامات الطاقة كنا ممكن ان التكيفات اولعها في الشغالة في القوضة دي مش مهمة تكون انا موجود في القوضة لا رحيا مضع مش طوعية بس مضعفة فلوس كمان والتواتير بقي بتنزل على الراس كده مره اخده بس احنا نقول ايه طيب قبل كده ما كانش في هذا يعني انماط الاستهلاك ما كانتش مستدامة ما دي برضو نوع مستقافة احنا نهاردة عندنا هدر او كان في هدر اكثر في استخدامات الطاقة لسه ما زال لغاية نهاردة هد المية ماينفعش فكرة انه ست البيت لسه ما عندهاش الوعي قوي انها ماينفعش تفتح الحنفية على الخضار وتروح تعمل حاجة وتنشر الغسيل وترجع وكل ده المية ما اللي بتنزل على الخضار او فاكهة او كده لا يعني ده الخرطوم اللي بشغله على العربية عشان تتغسل بالربع سادي والمشهد ده مش موجود برا على فكرة ده لا وغير مقبول حضرك يعني احنا نهاردة احنا عاملين نقول ان احنا دخلين ان لم نكن الرادي في فقر مائي في مصر ومازلنا انماط الاستهلاك بتاعتنا مش متمشية مع الوضع الحالي بتاعنا فالنهاردة لازم الوعي يبقى يعني نستوعب المشكلة دي وتنعكس في السلوكيات بتاعتنا سواء في الاستهلاك اليومي بتاعنا سواء في الري في الزراعة النهاردة نتكلم على التحول من مثل في المناطق التي يسمع فيها التحول من او الري بالغمر الى الري بالطنقيد واستنباط سلالات زراعية او محاصيل زراعية موفرة للميا ومقاومة للجفاف فدي كلها تحولات النهاردة دي يعني لما يكون حوالي تقريبا من يمكن 80% من استهلاك الماء راح للزراعة واحنا عندنا فقر او احنا اصلا في فقر مائي يبقى احنا لازم يتم وده بقى البحث العلمي النهاردة له دور طبعا مهم جدا فيه استنباط هذه السلالات فيه التقنيات اللي بيتوفر في استخدام الميا النهاردة فيه دول مجاورة بتجيب الميا من الهوى فاحنا النهاردة كل ده خارجت جيب الميا من الهوى ايو من التبخير اه التبخير التبخير مش عارف الهوى التكسيف تكسيف هو التبخير اه العكس اه العكس بسؤالي الاخير لحضرتك حركة ايه مشرفنا وحوار يعني محترم ومثمر يا فندم جدا حضرتك ككبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة اه بطبيعة عمل حضرتك تنصح بايه معالي وزير البيئة والقائمين على الملفات المختلفة للبيئة تنصحهم بايه ننصحهم بايه الحديث عن عشرين تلاتين ننصحهم بايه في بكرة حتى ملاش نستنى الى عشرين تلاتين نهاردة وبكرة نشتغل ازاي عملفات اللي في ادينا ازاي تاني نرجع نقول انه لدينا بيئة صالحة لدينا بيئة خصبة ما عندناش اهدار او مش ما عندناش لان ما عندناش خالص دي صعب انها تتحقق على الاقل قللنا قوي الاهدار الكتير في موارد كتير قوي قوي كانت لدينا في مصر اه شوفي حاجة احنا مش مستنين الى عشرين تلاتين احنا فعلا الدولة بدأت بالفعل منذ فترة وده واضح فيه زي ما قلت حاجة الاستثمار الضخم فيه الطاقة المتجددة ده اصلا تنمية مستدامة ده اه 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 يعني احنا كنا عادينا نتكلم على الاقتصاد الاخراب بس يمكن فيه انما هو ده نموذج ان احنا النهاردة بنستثمر سيمة وكتبه بنستثمر فيه الموارد الطبيعية بما يعود على الاقتصاد بدعائد والنهاردة يعني طب ما الشمس موجود عندنا احنا يعني في الحزام الشمسي اللي هو اه اه نمبر وان في العالم يعني فازاي ما وارده المصادر بالنسبة للرياح فده مصدر دخل يعني ده مش حاجة اقولي عادل بيترول هو عادل ويمكن اكتر البيترول هينضب في الدول اللي عندها الشمس لن تنضب فالنهاردة ما كانش وده توجه يعني اه المشروع الضخم في بان بان اكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية فاحنا بنقول النهاردة احنا ما استنناش وده ولا ما استنناش بنستثمر في هذا المجال بنستثمر في تدوير المخلفات بنستثمر فيه وتوجه برضو للطاقة الزراع العضوية والزراع المستدامة منتكلم على اكلمنا على تحليل الميهات اكلمنا على اسمح لي ان ده كمان موضوع مهم جدا بس نختم به لاقتصاد الاخدر حتى لو فيه يعني عجلة سرعة إيه مفهوم الاقتصاد الأخضر وهل مصر تحولت للاقتصاد الأخضر؟ الاقتصاد الأخضر ما هو إلا آلية لتحقيق التنمية المستدامة آلية آلية ما هواش يعني ما هواش اصطلاح يعني مخالف بل بالعكس للتنمية المستدامة هي إحنا بنقول إيه؟ بنقول هنستثمر في البيئة هيبقى له عائد اقتصادي من هنا جات المفهوم يعني إحنا لما كنا الأول بنتكلم على البيئة بمعزل عن البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي فما حصلش لم يتم التعاون مع البيئة بالصورة اللي إحنا كنا أو العالم يعني كان متخيلة وبالتالي ولذلك قالك لأ ده فيه ربط ما بين الاستثمار في البيئة والبعد الاقتصادي ومن هنا جات مفهوم يعني هي عملية ترويج عملية باكتجينج للبيئة في غلاف اقتصادي واجتماعي فما هواش يعني زي ما قلت مخالف ده هي أداة ترويجية نقدر نقول لاستنباط أو نهج منهجية التنمية مصر شغالة ازاي على الاخصار؟ ما هو النهاردة لما بنتكلم على تحليط المياه لما بنتكلم على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بنتكلم على تدوير المخلفات بنتكلم على النقل المستدامة مصر بنتكلم على المدن المستدامة اللي هي برضو بتترشد في استخدامات بالنسبة للمباني توجه نحو الترشيد في استخدامات المياه والطاقة فيه دي مش بيتبقى أغلى يا دكتور؟ حاجة دي عشان أعملها مش بيتبقى أغلى أصلا؟ أول حاجة حاجة احنا لو حسابنا صح هنلاقيها أرخص ليه؟ لأن العوائد بالزبط طب انا ممكن حصر في الأول الانفاسمت أو الاستثمار المبدئي هيكلفني شوية زياد انما انا استثمارت في الطاقة المتجددة مثلا طب ما بعد كده نعرفش اه بس انا هحسب ازاي الـ ROI الـ return on investment العائد على الاستثمار هدخل الـ operational cost فيها هدخل المصروفات التشغيل فيها وبعدين الفوائد اللي بتعود على الصحة نحسبها مش فيه تكلفة علاج فيه تكلفة أدوية فيه تكلفة مستشفيات ونقل وبنية تحتية كل الكلام ده كله لو تم أخذه في الاعتبار عشان كده هنمتكلم ايه مش بس feasibility study economic feasibility study جدوى اقتصادية فقط لا نتكلم دراسة جدوى من الاستدامة يعني يتم دراستك يبقى من نواحي كلها يبقى داخل فيها البعد البيئي والبعد الاجتماع خلقت فرص عمل قد ايه حسنت البيئة باي صورة تلوث الجو شكله ايه تلوث المياه شكله ايه ولو ما فدتش يعني لو ما قدمتش افادة في الملف ده على الاقل ما تضرش ده اللي احنا عايزين نوصله بس هي هي يعني الدول اللي انتهكت هذا النهك حققت بعد حققت طفرة في التنمية يعني النهاردة لسه يعني الصين لما تكون نمبر ون في الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وهي ابتدت من فترة ما كانش يعنيها اوي البيئة بقدر ما يعنيها انها تكسب سوء فده النهاردة والدول اللي بتستثمر في السيارات زي كوريا وزي اليابان وزي كلهم السيارات الموفرة الطاقة السيارات الكهربائية اللي بتشتغل بالهايدروجين كل الكلام ده فهو وده المفهوم الاقتصاد الاكدر ان هو بيحقق بعد اقتصادي والستارتين بوينت بتاعته او نقطة البداية اللي هو بيستثمر فيه اه البيئة انا بشكر حضرتك جزيلا شكرا على هذا الحوار يفهم ده مستفدنا وامتعتنا ومعلومات مهمة ولازم نكون فهمينها اكتر كمان لانه كل دي حاجات احنا بتعمل معها حتى في حياتنا اليومية وزي ما حضرتك بكرت وقلنا خلال الفقرة انه بعيدا حتى عن القرارات السياسية للدولة احنا كمواطنين حتى بقيدينا ان احنا نساعم ونساعد ان الدولة ان شاء الله تروح لمنطقة احسن فيما يتعلق بيئة التعامل مع البيئة والتنمية المستدامة ان شاء الله بشكر حرارك جزير الشكر الدكتور حسين اباضة كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة شكرا لك انا